اشتركوا في القناة مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات والدكتورة مونة محمد البلوشي ألمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والشيخ طفل ابنت محمد الخليفة والدكتور منصور محمد سرحان وقد رفع سعادة الوزير أسماء آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة على ما تتلقاه الجامعة من دعم ومساندة واهتمام وقد أطلع رئيس جامعة البحرين المجلسة على الإجراءات لاستقبال الطلبة المستجدين مشيرا إلى أن الجامعة تنتهج سياسة التوسع في طرح برامج الدراسات العليا وقد هنى المجلس الجامعة بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد الأكاديمي الدولي من المجلس الأمريكي للهندسة وتقنية المعلومات لبرنامجي نظم المعلومات وعلم الحاسب الآلي في كلية تقنية المعلومات كما بحث المجلس الورقة المقدمة من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية والتي بيّن فيها مقترحات لمواضيع بحوث علمية تتعلق باحتياجات الوزارة ووفق المجلس على إبرامي مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البحرين ووزارة المواصلات والاتصالات ناقش المجلس اليوم العديد من المواضيع المدرجة على جدول العمال ومن ضمنها ما تم بخصوص إجراءات القبول في الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة هذا العام وأعرب المجلس عن ارتياحه للجهود التي تمت على هذا الصعيد خصوصا وأن هناك مئات من الطلبة تمكنوا ولله الحمد من الاتحاق مباشرة بالكليات بدون المرور إلى السنة التمهيدية وناقش أيضا المجلس وضع السنة التمهيدية وضرورة تكون غنية بالبرامج التي تسهم في تأهيل الطلبة وأيضا تعطيهم فكرة عن متطلبات الجامعة وأتأهيلهم تأهيلا علميا يتناسب مع مستقبلهم الدراسي بهدف توفير الجهد عليهم وأيضا اطلاع على مستواهم بالصورة الصحيحة ومدى إمكانيات مواصلتهم لدراستهم الجامعية كما عبر المجلس في إطار تقييمه واهتمامه بالبرامج الأكاديمية التي تطرح على ما تحقق من حصول الكثير من البرامج الأكاديمية في مختلف الكليات على الاعتمادات الدولية لأن الاعتماد الأكاديمي من مؤسسات عالمية يعود بالخير على القسم ويعود أيضا بالخير على الكلية وقبل ذلك على الطلبة كما كلفت الجامعة بتقديم دراسة للاجتماع القادم تتناول وجهة نظر حول تطوير كلية التعليم التطبيقي باعتبار أن هذه الكلية تشكل دعامة أساسية في مسيرة التطوير في مملكة البحرين والتدريب مهم جدا والبرامج التي تطرح أهم لذلك سيتم مناقشة هذه الرؤية الاستراتيجية لهذه الكلية وضرورة تطوير البرامج التي سوف تقدمها خلال الاجتماع القادم في إطار مناقشة عادة الكليات في جامعة البحرين من حيث الهيكلة أو من حيث البرامج وأكد المجلس على أهمية أيضا أن الاهتمام بالبحث العلمي وكذلك البحوث التي تتناول الشأن الذي له علاقة بالجوانب الاقتصادية أو التعليمية أو التدريبية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر